فعل أنا حبيت نتعدل مسألة أخرى هي استجابة السلطة دائماً بعد الثورة مع الاحتجاجات وإجابتها عن الاحتجاجات كيفاش كانت هل تغيرت اليوم بعد 25 جولة؟ لم تتغير قبل نذكره قبل 25 جولة بعد الثورة دائماً يقولوا حطوا في الأصراف العجلة الاتحاد عادت لها ودرا شنوة؟ معناها تقريباً ثم تبريرات لاو بس سامسا ماحني كانت دي من فم موجودة مفهوم الدولة العميقة الى حد لين مزان منش فهمينها في كل منظومة سياسية تحطوا على أنه دولة العميقة هي التي تتحركتها السلطة اللي حكمت الكل لم تحترف بالفشل ولم تقر بعدم كفاءتها في معالجة الملفات الكل تقريباً كل سلطة تحمل مسؤولية إلى غيرها ما تغير اليوم قبل أن كانت السلطة تحمل في الضعف الأداء لاتحاد الشغل وللاحتجاجات وكذا اليوم السلطة الحالية تحمل مسؤولية للإدارة قيس عيد اليوم يحمل مسؤولية الفشل في إدارة الكثير من الأزمات للإداريين والمسؤولين الإداريين ولا يقر ربما بضعف أداء في السلطة السياسية وضعف أداء في الوزراء وضعف أداء في رئيس الحكومة وهو القائد الذي سيقود المسؤولين الإداريين والذي سيحدد الاستراتيجيات الواسعة التي سيعمل وفق المسؤولين الإداريين على ذلك أنا حبيت نمشي وليكن في النقطة هذه يا زيدة بسام وقت نحكيه على المسؤولين ونحكيه مثلاً على الوليات على العمد على المعتمدين وإلى غيره من المسؤولين يقول لك أنا رئيس الجمهورية نحن قمنا بتعيين المسؤولين هذو ما بشو ما يكونوا حاضرين أكثر على مستوى الجهات اللي يمثلوها يقول لك مثلا ويلي اليوم موجود في جهة معينة لازموا يعرفوا أنه لنظوي قص لازموا يعرفوا أنه ما قاعد يقص في المعتمدية الفلانية وأنه مثلا عشرا يام ولا خمستاش يوم يقول لك رئيس الجمهورية أنا حتى يتنس هذو ما بشيكونوا على دراية بأدقة التفاصيل والمشاكل اللي تعاني منهم كل جهة وأنهم يتحركوا ويستغرب أكتشفنا في آخر حديث ليه يستغرب يقول لك كيفيش أنا نتصل بوالي والوالي موجود على دراية بأنه الجهة ليه هو يمثلها وليه هو مثل نعرف أنه ستيفة الوالي مثل رئيس الجمهورية على مستوى الولاية ليه وفا ما تكونش حتى عنده علمه دراية الوالي من اختاره اختارته السلطة السياسية الممثلة في قاية سعيد وفي رئيس الحكومة في وزير داخلية إذن تساؤله ليس في محله أنت اخترت ذلك الوالي وأنت عينته عينته بناء على معايير هذه المعايير هل استجابت للحاجة للفترة الحالية لم تستجب إذن تساؤله في غير محله يتساؤل مع من يعني وكذلك أظن أنه الفراغات اللي حاصلة في الكثير من الولايات اليوم فما برشا ولايات ما فيهاش ولات وفما برشا معتمديات ما فيهاش معتمدين السؤال المطروح ما الغاية من هذه الفراغات هل هو فسح مجال ربما لبعض الظواهر حتى تحصل مثل الهجرة غير نظامية في السفاقس معناها أكبر مشكلة للأسف فأنا ندور ونرجع للسفاقس خاطر بالحق نعتبر أنه فيها أكبر مشكلة ما فيهاش ولاي اليوم ما فيهاش ولاي وفما برشا مناطق ما فيهاش ولات وتعاني في الأزمات الكثيرة وما فيهاش ولاي إذن الإجابة الديمة من السلطة دائما تحميل المسئولية للغير وبالمنوالها دائما مش مش نوصله حتى حل لأنه من لا يقر بضعف أدائه فإنه لن ينجحه فإنه لن يقيم أدائه فإنه بشي يبقى يحمل في المسئولية الغيره شوف المسألة بديت بكلمة غلطوني بن علي ما اعترفش بالفشل المتاعه السياسي قال رام غلطوني معناها غيره حركة الناهضة بحلفاءها في الحكم قالوا لأ راو فمشكون حتى العصاء في العجلة اليوم تغير الخطاب وبكينا في نفس المنوالي يقول لك راو الإدارة يعني ما ذنب الشعب التونسي الذي يدفع الضرائب لتوفير مقاومات الحياة فيجد المسئول الأول يحمل مسئولية لغيره